موسيقى 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 السلام عليكم الاشغال راه مستمر ليلة نهار في مركب تيزي وزو وراه في سباق الزامن لاكتمال الاشغال في هذا الملعب وكذلك حسب اخر الاخبار انه شركة تانية ستتكفل بالاشغال داخل الملعب وهي شركة مقرها بالجزائر العاصمة و سفا يعني ترقع قعل الشي اللي كان يعني يعني نتائج الامطار وكل الحاشيش كل هذه الاشياء سوف تتكفل بها الشركة الجديدة داخل الملعب وان شاء الله هذه المرة تكون هذه الاخر عمليات انتهاء من ملعب تيزي وزو ونشوف يعني الاشغال راهي في الليل وفي النهار في الانتهاء منها في بسألة التحيئة الخارجية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة